في ذروة أزمة شح الإمدادات العالمية من النفط والغاز الجزائر تكشف عن خطة لرفع انتاجها من المحروقات إلى 200 مليون طن مكافئة النفط خلال العام الجاري ما يرفع الانتاج الإجمالي للبلاد إلى أعلى مساولهم منذ 12 عاما الجزائر ستعزز انتاجها من المحروقات إلى 200 مليون طن من المكافئة النفطي هذا العام الأولوية الأهم بالنسبة لي هي التأكد من أن الشركة تسجل نموا في الاحتياطات والإنتاج للعام المقبل والأعوام التالية هدف يستند على نمو معتبر في صدرات البلاد من الغاز خلال السنة الماضية التي بلغت 56 مليار متر مكعب ما توقعات بارتفاعها نهاية العام الجاري الجزائر صدرت 56 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في 2021 وستعزز الانتاج مرة أخرى هذا العام من حقول حديثة التشغيل تحركة داخلية بقيادة أكبر مؤسستين اقتصادية قاريا بالتزامن مع توقيع أول عقود الشراكة والاستثمار في الحقل النفطي والغازي بموجب قانون المحروقات الجديد مؤشرة ترسم لطفرة طاقوية جديدة في الجزائر تعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة وإمداداتها على المديين المتوسط والبعيد ترجمة نانسي قنقر